ونكمل محضر جلسة 17 ديسمبر 1980 ولأن النادي قرب على الافتتاح قررت اللجنة أن يعلن في الجرائد اليومية قرب افتتاح النادي وقبول أعضاء في النادي من أول يناير 1909 وأن تودع استمارات الاشتراك في كل من المحلات الآتية نادي المدارس العليا ومكتب سعادة عمر لطفي بيك وإدارات صحف اللواء والمؤيد والجريدة وأن يصادق حضرة عمر لطفي بيك على الإعلان قبل نشره في الجرائد ودي خطوة مهمة جدا عملتها اللجنة لإعلان الشعب المصري أن في نادي تم تأسيسه من أجل الشعب وفي الوقت ده كانت صحف اللواء والمؤيد والجريدة مناصرة للزعيم مصطفى كامل والحركة الوطنية صحيفة اللواء أسسها الزعيم مصطفى كامل وكمان صحيفة الجريدة وجريدة المؤيد أسسها الشيخ علي يوسف أكبر مناصري الزعيم مصطفى كامل التلت صحف سياستهم ضد الاحتلال الإنجليزي وعشان كده كان انتشارهم سريع بين أفراد الشعب المصري كانت خطوة مهمة جدا وضرورية لنشر فكرة الانضمام للنادي الأهل ممكن حد يقول هو ما كانش حد عارف ان في نادي اسمه الأهلي طبعا الفكرة كانت بين الناس اللي بيشتغلوا عليها بس لكان في وسائل إعلام ولا فضائيات ولا سوشيال ميديا تقول ان في نادي بيتأسس حاليا فكان لازم الإعلام في الصحف ولان النادي بقى فيه منقلات وأدوات لعب تم تعيين محمد فندي أمين وأصبح أول أمين مخزن أو زي ما كانوا بيقول وقتها أمين عهدة وكمان تعين فراش وغفير وكان آخر قرار لللجنة العليا للنادي الأهلي في جلسة 17 ديسمبر 1908 تكليف سعادة عزيز عزة باشا رئيس اللجنة العليا بشراء كل ما يلزم لافتتاح النادي كانت لحظات تاريخية لحظات التجهيز لافتتاح النادي الأهلي لحظات يستعد فيها كتاب تاريخ الرياضة المصرية ليكتب اسم نادي سيصبح أبو الأنضية المصرية هنتكلم عن كل ده ترجمة نانسي قنقر